تغتطم اليوم فعليات النسخة الأولى من مهرجان المانجو بمحافظة الإسماعيلية والذي استمر ليومين يهدف المهرجان إلى ترويق لمحصول المانجو الذي تشتهر به المحافظة لزيادة تأصادرات وجد بالمزيد من الاستثمارات في مجال زراعتها في احتفالية فريدة طليق بعشاقها انطلقت النسخة الأولى من مهرجان المانجو والتي ارتبط اسمها بأجود أنواع مالكة الفواكه الصيفية المهرجان الذي يستمر على مدار يومين يهدف للترويق لمحصول المانجو والذي تشتهر به المحافظة إلى جانب جذب الاستثمارات لتنمية زراعتها والترويق للسياحة بشكل عام في محافظة الإسماعيلية نحن نسعى لأن نزود صادراتنا من المانجو في نفس الوقت نسعى لزيادة الاستثمارات في التصنيع الزراعي بالإضافة طبعا إضافة البهجة والسرور على أهلينا في محافظة الإسماعيلية وبقية المحافظات لأن نحن ندعوهم للسياحة الداخلية داخل محافظة الإسماعيلية إنه شيء رائع وأنا أرى مصر تحتفل بواحدة من أشهر الفواكه وأنا أعلم أن مصر تشتهر بالزراعة وتصدير المنتجات الزراعية مثل البرتقال والمانجو وأنا موجود اليوم المشاركة في هذا الاحتفال الرائع المهرجان بدأ بجولة من السيارات المزينة بالمانجو بشوارع المحافظة إلى جانب إقامة منافذ لبيع جميع أنواع المانجو بالسعر الجملة في جميع مراكز ومدن المحافظة وذلك وسط تفاعل وأقبال كبير من المواطنين مهرجان حلو جدا وتنظيم عالي جدا وبيعتبر أنه هو كمان أول مرة السنادي أو أول افتتاح لي بس خارج بصورة حلوة وصورة مصرفة للشعب الإسماعيلية مهرجان المانجو أول سنة يقوم السنادي وفعاليات هذا المهرجان مؤثرة جدا إن الإسماعيلية أصلا بتشتهر بتلت إنتاج المانجو في المحصول والسنادي كمان عاملين تنشيط لها إن هو هيتصدر لخارج الدول حتى دعينا صفراء ومحافظين من محافظات أخرى عشان تنشيط السياحة الداخلية وإن إسماعيلية أصلا بتشتهر بمحاصيل الزعرية وعلى أشارها المانجو يعني والله إحنا بنحاول نعمل المهرجان دوت لشعب إسماعيلية أولا والمصر بأكملها إن إحنا بنعرض المانجة في إسماعيلية لمصر كلها إن هي أجود مانجة موجودة في الجمهورية بأكملها إسماعيلية تعتبر المحافظة الرئاسية لإنتاج المانجة المشهورة المانجة المحلية بطعمها الجميل الزبدية والعويسي والسكري أنضف أنواع المانجة مهما فيه أنواع أجنبية بس المحلي ثبت وجوده بسم الله من شاء الله المانجة حلوة والمهرجان حلوة واحد لحاجة المانجة رخيصة تشتهر محافظة الإسماعيلية بكونها المحافظة الأكبر في إنتاج محصول المانجو على مساحة تتجاوز الثمانين ألف فدانا ويأتي تنظيم مهرجان المانجو هذا العام بهدف أن يكون انطلاق لمهرجان عالمي يهدف التنشيط التجاري والسياحي لهذه المحافظة الساحلية